وعلشان نعبر عن المستقبل لازي يكون فيه عندي عبارة توضح لي زي ما سبق وتكلمنا عن المضارع البسيط والماضي البسيط والسليب اللي ساعدتني على التعرف عليهم برضو هنا عندي عبارات جديدة ألا وهي tomorrow the day after tomorrow or the day after this week next يعني القادم soon حالا in the future في المستقبل tonight الليلة in two years time في مدى عامين